المشاريع بتدفع المالبئة المحيطة بها فالمشروع بيتأثر بعوامل كتيرة زي الخلفية الثقافية والاجتماعية والقواعد والقوانين بتاعة المنظمة القائمة بتنفيذ المشروع والعوامل دي مهمة جدا ان اخد فرعة بار لما بنشتغل في مشروع بيطلب تعاون اشخاص من جهات وثقافات مختلفة ودور مدير المشروع انه يبحث ايه هي العوامل دي ويبدأ يحاول استخدمها علشان يقدر يحقق اكبر استفادة في صالح الوصول لاهداف العمال مشروع ومن اهم العوامل دي الهايكل التنظيم المؤسسة والهايكل التنظيمي هو اللي بيملي على مدير المشروع وبيوجهه ازاي يقدر يحصل على الموارد ومين الشخص المسؤول عنها ومين هو الشخص صاحب القرار في حالة حدوث امر طارق وايه هي الاجراءات المتبعة في الكميونيكيشن وايه هو التسلسل الاداري وخطوات صنع القرار والهايكل التنظيمي ده بيكون ليه ثلاث اشكال ياما functional او project oriented او matrix نبتد بالfunctional وفي الهايكل ده بتكون الشركة بتكون من عدة اقسام مستقلة زي مثلا قسم التسويق وقسم الحسابات وقسم المبيعات وهكذا والمشروع في الهايكل ده بيكون في اطار القسم نفسه والاشخاص القائمين على التنفيذ بيكونوا هم نفس الموظفين في القسم وبيعملوا شغل المشروع بجانب شغلهم المعتاد واذا فيه اي معلومة مطلوبة او شغل مطلوب للمشروع من قسم تاني فلازم يتقدم طلب لرئيس القسم اللي بيكون ليه السلطة الكاملة على المشروع والنوع التاني اللي هو project oriented او projectized النوع ده من الهايكل قائم على اساس ان الشركة قائمة على المشروعات وبيكون العمل اساس الموظفين هو عمل المشروع فقط ولما المشروع يخلص الفريق قدامه احتمال من الاتنين الاول انهم يدوروا على مشروع تاني او يروحوا يشتغلوا في شركة تاني لانهم لهمش اقسام سبتة يرجعوا لها تاني والcommunication بيحصل في داخل اطار المشروع فقط وبيكون التواصل داخل المشروع فقط وممكن نسمي الهايكل ده composite او hybrid وفي الهايكل ده بتكون السلطة الكاملة لمدير المشروع النوع التالت واسمه matrix وهو عبارة عن خليط بين functional وال projectized وفيه بتكون السلطة متشاركة بين مدراء الاقسام ومديرين المشروع وفي الهايكل ده فريق العمل بيقوم بعمل المشروع بالاضافة لعمل العادي بتاعهم وبيرفعه التقرير لكل من مدير القسم ومدير المشروع والهايكل ده بيخرج منه ثلاث هيكل فرعية وهم النوع الاول هو weak matrix وفي النوع ده مدير القسم وهو لي السلطة الكاملة بينما مدير المشروع دور بينحصر ان project expediter ودوره انه مساعد بين اعضاء فريق العمل وما عندوش اي سلطة لاتخاذ القرار او بيبقى project coordinator وده دوره زي الاكسبدايتر بالزبط ولكنه بيقدر ياخد قرارات فيما يتعلق بعمل المشروع وبيقدر يتواصل مع المدير الاعلى في الهايكل التنظيمي النوع التاني وهو strong matrix وفي النوع ده بتكون السلطة في يد مدير المشروع النوع التالت وهو balance matrix وفي النوع ده بتكون السلطة متشاركة بين مدير المشروع ومدير القسم ولازم نبقى عارفين ان في مميزات وعيوب لكل هيكل تنظيمي فخلينا نعمل مقارنة بالمزايا وعيوب كل هيكل هنبدأ بالfunction والمميزات بتاعته هي ان الموظفين قائمين بالعمل بيكونوا متخصصين في الفرع او المجال المشروع بيخدمه التواصل بيكون منظم وده بسبب ان الموظفين بيتواصلوا مع مدير واحد الموظفين اللي هم مصار وظيفي واضح في الاقسام بتاعتهم يعني كل موظف عارف انه هيترقى امتى وحيروح فيه بينما العيوب ان العمال معتادة بتشغل كل اهتمام وتركيز فريق العمل في حين بيهملوا عمل المشروع الموظفين ملهمش مصار واضح في ادارة المشروعات وده بسبب انهم بيقوموا بعمل المشروع كعمال اضافية ومش عملهم الاساسي مدير المشروع ملوش اي سلطة وبالتالي ده بيبطأ ويعطل تحقيق اهداف المشروع ونيجي بقى لل واول حاجة المميزات الهاكل ده بيكون مناسب لعمال وتنظيم المشروع ان الفريق بيكون كل ولقهم للمشروع لشان هو ده سبب تواجدهم في الشركة التواصل بيكون فعال وسلس بسبب ان كل الفريق بيسعل تحقيق نفس الهدف مدير المشروعات مع كل السلطات في اتخاذ القرارات بينما العيوب اول حاجة ان المشروع ما عندهوش رفاهية ترجع للقسم بعد انتهاء المشروع بل بيروح يدور على المشروع جديد ساعات فريق العمل بيفتقر العديد من الخبرات اللازمة المشروع ممكن يتم اهضار الموارد وعدم استخدام الامس للموارد واخر حاجة هي الميتريكس ومميزته ايه المؤسسة ليه اهداف واضحة وصريحة مدير المشروع بيكون ليه سلطة على الموارد توفر خبراته الدعم اللازم من كل الاقسام الموارد حتى الندرة منها بتكون مستخدمة ومتحقق منها لاستفادة القصوى المشروع بيكون فيه تنسيق بين كل الاطراف المشاركة انتقال المعلومات بالشكل لافقي ورأسي افقي بمعنى بين مدير المشروع المديرين الوظيفين او الفونكشنال مانيجرز ورأسي بين مدير المشروع وفريق العمل او مدير المشروع والادارة العليا وعيوب الهايكل ده انه بيتطلب تنسيق بشكل كبير لتنفيذ اعمال مشروع الفريق بيكون ليه اكتر من مدير وده بيأثر بالسلبة على المشروع بان كل مدير يكون ليه وجهة نظر مختلفة لما بتكون السلطة على المشروع مع الزعمة بين الاطراف بتكون الرقابة على اعمال المشروع صعبة تحديد تخطيط الموارد بيكون صعب وده نظر للخلافات اللي بتحصل بين المدير الوظيفي ومدير المشروع والهايكل ده بيطلب تنسيق كتير جدا واجراءات معقدة في التواصل والتنسيق لتجنب النزعات بين المديرين وده بسبب ان النزعات لازم هتحصل بسبب اختلاف توجهات المديرين اشوفكم الفيديو اللي قاية